بين عبدالله رجدي واسلامي البحيري وقضية غزة والاتهامات بالخيانة. هو ده موضوع حلقة من النهو ده. اسداد المشاهدين اهلا بكم. اه خرج اسلام بحيري مع عمر اديب. يتكلم في امور كثيرة تخص غزة وتفسير القرآن وعن سفر اشعياء وهو بشكل واضح يعني كان مع القضية الفلسطينية وعدد الاحتلال السهيوني وادان كل الجرائم اللي بترتكبها اسرائيل وارى اشعياء والسفر القص باشعياء وقال ان هم مش مخصوص بمصر ان سفر اشعياء فيها عدد من النقاط كثيرة وربما بيتكلم عن الظلم والنور وقال لك ان هم قصدين بالظلم اه اه حماس يعني او غزة وقال ان هو اه وقضينا الى بني اسرائيل اللي تفسدونا في القرآن دي مرة تاين قال ان الموضوع دولد خلصه مفيش حد قالي لسا فاوض المرة تالتة او تانية يعني والتفاسير كلها ما قالتش كده يعني اه قال الطبري وقرطبي بكثير وكله ما حد يشتكلم عن هذا الموضوع اه رد عليه اه عبدالله رجضي في فيديو نشوف كده مقطع منه كده ونعلى عليه يعني انت ما عندكش ولا وعد في القرآن ولا مرة عليك ولا وعد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نبشر بزوالي هذا او ظلم ما عندكش ولا اي زي كده ولا عدد عليك ولا حديث واحد طيب يعني لما النبي عليه السلام يخبرنا في اخر الزمان ان سنقاتل هؤلاء الجحابل وانهم سيختبئون وراء الحجر والشجر وان الحجر والشجرة سينطق الحجر يوم من حينطق عشان باستفهم انت ولي زيك ويقول يا مسلم يا عبدالله هذا ابن العم ورايا طبعا انتوا عفين بقيات الحديث عشان بس الحقوق الانتهاكات والكلام الفاريج اللي هما بياملو ده اللي ده مش وعد ليك من الله عز وجل ما اعتبرش وعد ده ومع تقول لي بانا تحقق في الماضي او عدلس على الناس وتعمل كده يا خلاب تعجب لماذا تقبلوا ان تستخدم نفسك في اهداف العدو يعني لماذا تستخدموا نفسك او تجعلوا من نفسك اداة لتحقيق مرام العدو هما يحلموا بايه اكبر واحسن من ان واحد مسلم يطلع يقول الناس دول قاعدين وبقين وانا في واحد من ربنا بزواجهم ولا حاجة ولا كانوا يتمنوا عشر اللي انت بتقول له فانا يعني اتعجب لماذا تقبلوا على نفسك هذا ليه ليه تعمل كده طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام يخبروا اخير الزماني ان الدجالة سيظهروا وانه سيخرج ومعه سبعون انا الفا من الجماعة دول من اصبهان عليهم الطيالسة وان هو حييجي على بيت المقدس اللي فيه سايدنا عائسة متحصن فيه هو والمؤمنون من شر اللي جايين دول يبقى معنى كده ان في الوقت دا ايه هناك مفيش حد جير اهل الايمان يبقى اللي انت بتدفع عنهم ولا انت بتقول انهم مش هيزولوا مش هيكونوا سايتم موجودين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولقد كتبنا في الزبول من بعد الذكر ان الارض يارثوها ايبادية الصالحون انت مش مقتنى ان المسلمين هم الصالحون ولا انت شايف الجماعة دلهم الصالحين وهم دي مفترة كده يعني طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وان عدتم عدنا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا يعني انعادوا الى الكفر والتكديم بالانبياء وطبعا انكذبوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حصل ايه صلى الله عليه وسلم البأس والعداب اللى ده مش وعد بزوالهم وهم الان في اوجي كفرهم وضلالهم وطغيانهم وظلمهم ده مش وعد من ازمالك كل ده مش وعد معدنش عليك طب خد اخر وعد باقي يزداد ايه يبسطك لما ربنا نقول في السورة العرب بسم الله الرحمن الرحيم واذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم يعني على الجماعة دون الى يوم القيام ليوم الايامة مش لساعة ولا ساعتين ولا سنة ولا البعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليوم القيامة من يسومهم سوء العذاب اليوم القيامة ده وعد ده ولا مش وعد وتيجي تقول لي مفيش وعد بزوالهم يعني كلامك ده لا يرضى عنه الا احد واثنين يا صهيوني يا متصاهيم بس اللي انت بتقوله ده ياجب صهيوني يا متصاهيم وطبع لتنعرفين الحركة القبيحة اللي انتوا دايما بتعملوها لما تحبوا تخلخلوا عقيدة اسلامية تاملوا ايه ده اخوانية ايه من الاخوان؟ فاكر كده اذا ما عدت تقول انت واللي شبهك الحجاب عادة اخوانية وطلعنا ردنا الكلام ده بقديلة ده حضة وفي الاخر سكتته لان انكشفت الحقيقة وطلعنا الحجاب في الامر ديني من قبل ما ربي لي اخلى حاجة اسمها اخوان وحسن بنا ومحمل بن عبدالهوب وقبل الناس اللي كلها كان فيه حجاب فالدلتي بها الدفاع عن الارض والدفاع عن المقدسات ومقاومة المحتل اللي الامم المتحدة بتقول انه حق شرق لأصحاب الارض انت طالع تقول على حاجة زي كده وعلى تفاؤل الناس وفرحة الناس وامل الناس بحاجة زي كده انها تزول فالي هتقول لهم بكل بساطة دي فكرة اخوانية يا راجل اتقل الله وعيب عليك عيب زي احنا شايفين كده وطبعا تعموا ان هو صحيوني ومتصاهل وحاجات زي كده واستخدم قرآنية يعني على سبيل المثال ان الارض يلثوها عبادة الصالحون وهل انت تشك ان المسلمين هم الصالحون يعني بصراحة جملة ليس لما حلم الاراض يعني ايه المسلمين والصالحون يعني مكان كل طائفة وكل ديانة فيها الصالح وفيها الطالح يعني اه فكرة بقى وانسرق وانزنى وحاجة زي كده بخش الجنة لانه شهدت شاهدتين ده كلام يعني اعتقد ان هو مربوض عليه يعني واعتقد ان هو موضوع او المسلم يعني ان هو خطأ في حد يقوله وانسرق وانزلها بخش الجنة وانسرق وانزلها لشان شهدت شاهدتين وبعدين اااا الصالحون زي ما قلنا هل هل الملافقون كان صالحون اللي تأمروا عن النبي وحاولوا يقتلوه وكانوا يعني بحاولوا يعني يعني يضعفوا عقيدة المسلمين او يضعفوا من من قواهم ولا الحجاجة ابن يوسف الثقفي ولا يزلي من معاوية ولا الجرائم اللي ارتكرت على مرر التاريخ من مسلمين ولا حتى المسلمين العاديين بعيدا عن الرؤساء والزعماء اللي هما النصابين والسراق ويعني البلطاجية هل دول من الصالحين النقطة التانية ما فيه في كل اديان صالح وطالع مين قال ان هو الرجل الهندوسي اللي قعد في القرية في الهند ويعني بيود جيرانه وبيربي اسرته بما يرد الله وبتكسب الحلال وبيعيش عيشة بسيطة وبيقدم عليه من مكرم الاخراق كمواطن صالح او في امريكا او في اي دولة من دول العالم مفيش حاجة اسمها من الصلاح قص بطائفة دينية معينة او بديانة معينة ومن الباقي كله طالع يقول انت تشك ان المسلمون هما الفئة الصالحة من الارض الاسوع بادية الصالحون ليه ما يرسش الارض اذا كنت متخيل ان هو العالم هيتحاول كل المسلمين لان المسلمون هم الصالحون هيقتلوا بعض برضه يعني ما هما لو كل العالم با مسلمين وده اظن محل شك في كسب تفاحد القرى رضيها على دينا واحدة ده محل شك كبير جدا لان لو شاء ربوها يعني الامن امان في الارض اه فاردة الله أنه يكون في اديان متعددة في اختلاف في العقائز في اختلاف غنيل الطوائف دائما وااا واستمر بجمع عكس الفرق تزيد والطواه في تزيد يوم بعد يوم ففكرة ان الارض يا رسوع اباديا الصالحون يبقى كله حيبقى مسلمين لان المسلمين هما الصالحون اعتقد ان هذا الكلام اه مردود عليه انه ممكن ارضي رفاع بها الصالحون ان مع الانتخاب الطبيعي ربما يعني مع تطور القوانين ومع كذا ربما بمشاخنة او باخر ان هم الطالحين يتحولوا الى صالحين ان هم على سبيل المثال اللي انا فهمه ان الصين عاملة نظام بالنقط كده نقط سلبية ونقط ايجابية اه بتحدد المواطن الصالح يعني اذا مثلا ارتكب اه شيء خير في جمعية خيرية في عمل انساني نقط الخيرية بتزيد ويعده معيار بالنقط ونفس الكلام لو ارتكب يعني جرم او حتى ارتكب اهانة او تنمر على زميل عمل وتم التحقيق معاه ومجازاته ينتقس هذا من معياره اه الاخلاق يعني انا فهمه كده فهل ممكن العالم اللي تطور يبقى فيها معايير اخلاقية تجبر الناس على الصلاح ففعلا الارض بقى يعني سوعة بادي تصالحون من كل الاديان ومن كل التوقف من كل الدول؟ ربما انما فكرة ان هو المسلمون والصالحون والعالم كل واحد بقى مسلم ده طبعا اي مجال من الصحة. وبعدين اتعارض مع النبوات اللي تقولوها بقى بتاعت ايه? اه الحجر والشجر ويتعالا ياهودي هذا المهدي المنتظر والمسيخ الدجالي والحاجات دي كلها. لان تبقى الكلام اه الشلتوت حتى. قال ان كل الكلام ده حديث ضعيفة او موضوعة ومحل جدل ومحل شك كبير جدا. اه وبعدين وايز ازينا ربك لا يبعثنا من يسومهم سوء العذاب. وده ايه يا وعد ايه? طيب دلوقتي بات كان الفين تلات تلاف. الف ونص الف وترونيوية. ليه ما يكونش من يسومه سوء العذاب اللي هو هتلر. يلوقو ستة مليون في الحرب العامل التانية. وهيبقى فيه آآ سوء عذاب وافراد الغاز وحاجات زي كده اكتر من العمل له هتلر في الحرب العامل التانية. والحديث عن ستة مليون. يعني عمر من ما يكون العدد اللي يموت من الاسرائيليين. بس التوقيت. يضاهي هذا العدد اللي حصل في آآ نصر اليهود تقريبا يعني. في حدسة واحد. اللي هي هتلر وآآ واليهود. وتقريبا كمان كان الايه آآ الدافع لعمل اسرائيل ان برضو اوروبا عايز تخلص منهم. ان كان فيه بشكل او باخر عداء ضد اليهود اوروبي. فقال لك نخلص منهم ونحطهم فين? آآ في الحتة دي بقى يعملوا قلق للعرب. ويتبقى جماعة ووظيفية تحقق مقاربنا ونبيع السلاح وعاجات زي كده. دي الفكرة. الفكرة بقى اتهم يعني عشان نختلف نتهم حد بصهيوني ومتصاحل بحالات زي كده. طبعا انا شخصيا في قاعدة بتقول لا يفتي قاعدة من جاهد. وانا شايف ان آآ هم قادرة آآ اهل مكة قادرة بشعب. وبصراحة انا شخصيا ساعت لما انكسر الصلف الصهيوني وبين غفير ويختحوا المسجد الاقصى ويقول على العرب حيوانات بشرية ويروحوا يختحوا المسجد الاقصى اكتر من مرة وحكومة عنصرية طقفية بالتكالب. طب هنعمل ايه طيب? طب هم هيعملوا ايه? فانا شخصيا ساعت من سبع اكتوبر انكسر هذا الصلاة انكسر هذا الغرور آآ آآ ظاهرت ان القول على اسكرية بتاعتهم ومشاهدين على الاطفال وعلى النساء وعلى المستشفىات يضربوا بالنار. موقت وعشين الف والعشر تلاف. غير المصابين. هم ده اللي اضرع ليه? انما مواجعة اسكرية مباشرة مش قادرين عليها. بس ما فيش اي مورر ان احنا نتام بعض بالخيانة لان زي ما قلنا الامور اللي هي آآ سياسية بهذا الشكل يكون هناك محل خلاف دايما. نتقبل المفروض ايه? الخلاف. بمعنى صح يعني آآ ممكن الناس تقول لك خلاف ما كانش وقته الاضرار كبتيرة متعشر تلاف ممكن. انما زي ما قلت انوية نظر الشخصية آآ ان انا آآ داعم يعني بمعنى صح هم يعني يعني هم الاضرع بآآ بقراراتهم. وآآ قدرتهم على كسر الصدف الصهيوني كانت كبيرة مهما كانت النتائج آآ لاحقا. بس نحن احد يختلف. والاختلاف ايش معنى ايه? ان احنا نصاهم بعض ومتان بعض بالخيانة. وآآ زي ما قلنا موضوع بقى ايه? الوعد الالهي بقى بفكرة بقى المخلص والمهدي المنتظر. وآآآ الحجر والشجر وهرمندون والكلام دا كله. هنلاقي على سبيل المثال. بيقول ايه بقى? آآآ بيقول ايه آآآ شيخ شتوت في هذا الامر. قل له فقد تأثرت كثير فخضعوا لها. قال يحكونا الاجماع على العمل بخبر الواحد. وعلى تقديم الاجماع على النص عند التعارض. وعلى العمل بالقياس. وتجدهم في عمل الكلام يحكونا الاجماع على رؤية الله بالابصار. وعلى ظهور المهدي والدجال ونزول عيسى وما الى ذلك من المسائل العلمية والعملية التي ثبت فيها الخلاف ولم تكن محل قطع واجماع. مع لكده بدور حتى مفيش نص كلها النصوص ايه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ wür إنما هم دايما يدعوا الاجماع فيا غير موضعه عشان يطيقوا موضوع ايه ثقة بดى ايه مستمع. ولكنهم قصدوا ان يرسلوا كلمة الاجماع يسجلوا على المخالف لوازمها الشائعة بين الناس. بمخالفة سبيل المؤمنين ومشقة الله ورسوله وخرق اتفاق الامة اتفاق الامة اللي ده اجماع انت ازاي تاك رجع عن المصار امشي زي الطريقة بيقول لك كده يعني الى غير ازايك مما يتحرجه المسلم واخشى ان يعرف به عند العامة خرج مع الامة وخرج على وش عالي بقي كلام منه وكثيرا ما نراهم يردفون حكاياتهم للاجماع بقولهم ولا عبرة لمخالفة الشيعة والخوالق يعني وهو الحطر ما فيش انه دول الولاد يعني الوحشين دول ما نجعه به الشيعة والخوالق او مخالفة المعتزلة والجهمية ونحو ذلك مما يخيفون به يعني انت لو خلفت بقى انت من الجهمية بقى من معتزلة يبقى من ايه من الشيعة يعني كمان بالخوالق بالخوالق يتمك التمات ايه ربما دي توقف كبيرة بشكل ايه لا سواء الخوالق او الشيعة كده يعني اه اذا حكونا للجماع في موضوع الخلاف ايه يقول ابن حزم واكفي فساد ذلك ان نجدهم يتركونا في كسير من مسائلهم ما ذكروا انه اجماع وانما نحو الى تسميته اجماعا عنادا منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين الى ترك اختيارتهم الفسدة او من الحجة تبطل اه اجماع تاني يقول ايه قال لك ظهور المهدي المنتظف يحكونا على رؤية الله بالابصار وعلى ظهور المهدي والدجال ونزول عيسى ومن الى ذلك من المسائل العلمية والعملية التي ثبت فيها الخلاف ثبت فيها الخلاف ولم تكن محل قطع واجماع قطع اللي هو قطع الثبوت يعني او الدلالة او اه ان يكون في نص صحقيقي يعني ولما يجا الجماع ما كان فيش نص او نصوص كلها واهية طب ايه خطورة ما تسيب لي الناس يعمل تستندر وعد الالهي وتنتظر مهدي المنتظر وتنتظر التجال وتنتظر بقى ان الحجة والشجر ينطق هذا يهودي ورائي فتعرف خطورك اعمل يا جماعة مشكلة العرب او المسلمين بشكل عام فكرة انتظار المخلص منتظار المخلص دي فكرة بائسة انت قاعد بقى مستنى وعد الايه ربنا نزلك المهدي المنتظر نزلك عيسى يجيب لها انت اي نصا واحد دين الكلام ده كله والكلام ده انتهى او احنا نتكلم عنه مثلا على سبيل المثال قادة غزة او قادة تسطين مقتلنهم الناس كتير مش عارف يحيي عياش مش عارف رنتيسي احمد ياسين يطلعوا الناس تانية مفيش عاجز مهم مخلص والمهدي المنتظر وحاجات زي كده بيصبت الناس يصبت الناس انتظارا خلاص انا قاعد واقعد ليه مسلني واقعد الالهي وانا عتحرك من نفسي وانا المهدي المنتظر وبعدين بقى تخرج كل واحد يعني يسمي نفسه المهدي يقولك انه المهدي المنتظر اتنا في حركة المهدوية في السودان ليه جنان على هذا الادعاء بوعد الالهي وقال لك انا المهدي المنتظر وعمل دولة اسمه الدولة المهدوية لغاية ما جاء الانجليز يعني سحقوها يعني سحق ففكرة انتظار المخلص وكل شوية واحد يقول لك ده المهدي منتظر او الناس تقعد انتظار المخلص دي فكرة بقسة انه ما انت اشتغل وتعمل كل واحد فيه كل ماهدي منتظر كل واحد فيه كل مخلص الخلاص جماعي مش تردي فكرة الفردية في الحلول غلط انه ما احنا كمجموعة نتحد نعمل خطط نعمل استراتيجيات نصنع السلاح نصنع غزاء نقوة كلنا مع بعض الفلاح زي وزي الجندي اللي عجبها كله يصم تفس المصار مصار التطور والتقدم والقوة عشان نستطيع نواجه العداء مفيش مخلص كلنا مخلصين لو عقدنا النية وكنا صادقين النية حل بحنا كلنا المخلصين مفيش حاجة اسمه مخلص واحد ففي دي دي فكرة البقاسة بتاعت انتظار الايه انتظار المخلص زي ما قلنا ان احنا حتى مش قادين نختلف يعني حتى مش قادين نختلف ويعني يعني دي ينتخلون بعض دي ينتخلون بعض لمجرد خلاف سياسي انا بقول ده اه لافتي قاعد المجاهد عملة زي بالضبط عملة زي مدرج الكورة وانت قاعد في المقصورة بتتفرج والمهاجم بيشطها في الناحية اللي مين فانت تقول له يا احمار يا غاب المقصورة بتتفرج هو غيبها من اول ملعب وغاية اخر ملعب جاري وبقى الواربين دي ايه ولا خمس واربين دي ايه ولا خمسين دي ايه بيجلي اه في الملعب امورها ومش شايف قوي والقرار بيبقى في جزء من وحظة فمش مش معندوش ايه مش بيشط بلينتي هو عشان يحدد الزاوية والبتاع بدقة لايه المتراهية بتفرج طبعا ان واحد هو قاعد حسب المنهارات الفردية بس اللي حصل هو شطف اليمين فهتصدد فنقصد او طلعت برا ايا كان يعني دي نفس الفكرة دي نفس الفكرة اللي هما قادرة بيشعبها هما قادرة بقراراتهم بعدين ما نتكلمش بقى عن المقاومة السلمية بتاعت غندي على فكرة غندي وهو بيجاهد سلميا كان فيه ناس تانية بيتجاهد باسلاح عشان في الصورة بس وبعدين جات ظروف اه يعني خوار الاحتلال بنوعنا ايه الحرب العلمية التانية قارجوا منها مهزومين اه فكرة ان هما يسيطروا على مصر بقى وكل الدول اللي هما واحتلينها اه الامبراطورة يعني تغرب عنها الشمس ان هماش قادرين عايزين يبني بلدهم وعندهمش القوى العسكرية بعد ما يعني كسحت قوانا العسكرية بشكل كبير جدا من المانيا في الحرب العلمانات التالية فكان فيه نوع من انواع ان هما ايه يخرجوا من هزيه الدول بس كان بيخرجوا عن نوع مشكلة بيخرجوا رحوا مثلا يعني يعني عامل استقلال باكستان الاول سبعة واربعين وعامل استقلال هندي ثمانية واربعين بعيس يحصل دولتين بعد كده باكستان انقسفت لبانجرادش وباكستان كده ودول عندهم نوعي دولت ودول عندهم نوعي وبقى فيه سراع مسلح في المنطقة بعد ما كانوا كلهم دولة واحدة تحت الاحتلال ايه البريطاني ومصر نفس الكلام يعني كان خلص بقى معادة ستة وتلاتين كان فيه بقى يعني مع الوقت فكرة بقاءهم في المستعمارات امر ايه اه فبيحاول بقى يعملوا بيسمونه استعمار اقتصادي بدل الاستعمار الايه اه العسكري يبدأ بقى بقى فيه علاقات اقتصادية وان انتو بتاخدوا مننا البضائع وناخدوا منكم المواد الخامي بقى فيه اتفاق اقتصادي لصالح البريطانيا او ما شاء الله هو بيسمونه الاستعمار الايه الاقتصادي او حتى نلسوا مندلة هتنلسوا مندلة على فكرة بدأ مقاومة مسلحة وبعدين بقى لما وصل لمرحلة والتسجن من 28 سنة وخرج لانه هو ممكن عن طريق التفاوض والذهاب لأمم المتحدة وبتاع اه يبدأ يقاوم سلميا وياخد حقه بس ده ما تقدرش تقول انه هو القرار واحدة وعلى فكرة غندي اللي عمل المقاومة السلمية اتل من متعصف هندوسي ولا متعارف هندوسي يعني كنتشاردين عن طريقته في الاداء انه كان بيحاول يوفق من الطائف ومتعصبين برضو بالطائفة الاخرى المسلمين او غيرهم وكده فما تقدرش تقول المقاومة السلمية تنجح ولا مقاومة السلمية تنجحش وزي ما قلنا زوف نلسوا مندلة مختلفة وبعدين احنا كمصر احنا قاومنا الانجليز قاومنا الاحتلال الفرنسي وكتب التاريخ بتتحاجد ده سعد سليمان الحلبي كبطة ده موجود في كتب التاريخ المصري اللي هو قتل كليبر وقاء التاني الحملة الفرنسية وجاد صلوب بقى امين وبتاعه كلامين ده حصل مشاكل فرنسا فاتروا انهما يرحلوا ولما جات الاحتلال الانجليزي يبقى فيه مقاومة مسلحة من طواف مختلفة حتى ان السلاة كان متهم باغتيال امين عثمان اللي هو مصري بس كان متحالفة عن الجليز يعني دي الفكرة الاساسية فكرة انت تفرض على ناس يقوموا مقاومة سلمية مش مقاومة مسلحة وتحدد لهم الخيارات مش من حقنا مش من حقنا نختار لهم طريقة المقاومة وبعدين ما بيحاولوا سلام على مدار يعني سبعين سنة بيحاولوا ياخدوا حقوقهم بالتفاوض وما شبه زيلا او حتى من قصره اللي هي 92 اللي عد عليها تلاتين سنة قطر من تلاتين سنة اه فحاولوا التفاوض من هما ياخدوا دول دولتين دول مصالمين ما فيش دولتين وانا قلت ان حل الدولتين حتى مش حل ناجع بس على مدى القصير اهو المتوسط ممكن يكون ناجع يحل المشاكل شوية ولكن هو حل الدولة بواحدة وبعدين فكرة بقى ان انت بتتكلم عن اليهود ده خطر جدا لان احنا عدقنا مش ليهود عدقنا للصهيوني يا ده فرق جدا انه بقى اليهودي هو اللي حينادي على الحجر والشجر تعالي هزي يهودي وراء خلفه فاقتوله انت عاستل كل يهود ده اكبر جريمة ممكن تحسن تحت ادعاء ناصل مقدس جماعة اليهود في امريكا بظهروا اه ضد دعم امريكا الاسرائيل وفيه حخامات ضد الانشاء دولة يهودية انت بتتكلم في ايه انت بتعمل عدق ليه اليهود كيهودي اقتل هذا يهودي وراءه تعالى خلفه فاقتوله انت عاستل كل يهودي ده مصر كان فيه يهود المغرب كان فيه يهود ووظن مازال ونصر فيها مازال يهود وغيرين شوية اللي هي قراءين دول بس موجودين يعني ايه تعادي ليهود كلهم بالمصطلع كده العام طائفة دينية او ديانة لا لمنطل خطورة تحت بقى ادعاء نصه مش نصه حاجات زي كده كله ده طبعا زي ما قلنا اه نصوص واهية اه منسوبة اه زورا للنبوة وتخلف عداء تاريخي بين المسلمين وديانة اخرى وزي ما قلنا ازا كان فيه 15 مليون يهودي منه 7 مليون جوه اسرائيل فيه 7 مليون بره ودين في امريكا ودول تانية ازاي تخلف عداء اه اسلام يهودي ازاي تعمل حاجة زي كده انا مش ادعي طبعا زي ما قلنا فيه فرق وفيه طبعا صهينا مسيحيين وفيه صهينا عرب بس مش اي حد نتهمه وفيه صهينا اه عرب بس مش اي حد نتهمه بالخيانة ازا هو اعلم بشكل رسمي دعمه للاحتلال ودعمه كذا غير كده اه منختلف في تفسيرات منختلف في قرارات يبقى ده موضوع محل ايه محل خلاف يعني هو ازا كان اسلام بيهالي وربما اختلف مع القرار وانه هو القرار ربما يكون في صالح اسرائيل اه وانه هو اه الاضرار بتاعته كبيرة ايه هزا كان قلو برام ايسا وقلو غيره نختلف مع بعض ليه نخوم بعض دي دي اه النقطة الاساسية في هذا الموضوع اه لو اعجبك بالفيديو شيره واشتراك بالقناة مش مشترك وعجب الفيديو عشان نصل لعادة اجوار من الناس اه طبعا نخلي بالكو الحاجات الخاصة في فلسطين وغزة محاصرة حصار كبير جدا على اليوتيوب بخارزمياته فالمشاهدات قليلة في القدر الانجان نحاول اه نشير ونشارك الجروبات بتاعتنا عشان اه الفيديو يشاهد اه شكل جديد. موضوع حلقتنا بعد. شكرا جزيلا.